دقيقتين أسبوعياً يساعدونك على تحويل أسنانك الصفراء إلى اللون الأبيض نحلم جميعاً بالحصول على ابتسامة ساحرة وأسنان لامعة وصحية فابتسامتك قد تزيد من ثقتك بنفسك كما أن ابقاء الفم نظيفاً يحميك من الكثير من الأمراض ولكن الأسنان الصفراء قد تؤثر على حكم الآخرين عليك لأنها تعتبر علامة على نظافة الأسنان إن طبيض الأسنان لدى الأطباء هو أكثر طرق الطبيض شيوعاً ولكن قد لا يتحمل الجميع تكاليف الذهاب إلى الطبيب كما أن بعض الناس لا يشعرون بالراحة مع فكرة طبيض أسنانهم واستخدام كيمويات عليها لأنه قد تسبب تهيج الأسنان واللثة لذلك اليوم أحضرنا لكم طريقة تساعدكم على طبيض أسنانكم بدون تضييع الأموال أو الوقت طريقة بمواد طبيعية فعالة جداً تعيد لك بياض أسنانك بدون أي مشاكل وستعمل هذه الطريقة على إزالة الجير وتمنح الفم رائحة منعشة حسناً دعونا الآن نتعرف على طريقة طبيض الأسنان الطبيعية والسهلة والرخيصة أحضر ثمرة طماطم صغيرة ومن ثم قم بقطعها قطعاً صغيرة وقم بهرسها حتى تصبح متجانسة تماماً ثم قم بإضافة كمية قليلة من معجون الأسنان الخاص بك الآن نأتي إلى المكون الأخير وهو الليمون الذي يعمل على استعادة بياض الأسنان وهو ممتاز في تقليل الجير والاحتفاظ بنفس منعش ويعمل على تقوية وتنظيف اللثة قم بإضافة عصير الليمون إلى الخليط السابق تحضيره حتى تحصل على مزيج متجانس ثم قم بوضع الخليط على الأسنان وتركه لمدة دقيقتين وكما قلنا جربوها مرتين أسبوعياً والآن يا أصدقائي قوموا بتجربتها ثم أخبروني بالنتيجة بالتعليقات إلى اللقاء